يشهد معرض القهرة الدولي للكتاب أقبالاً كبيراً من الجمهور والذين وصلت أعدادهم حتى اليوم الثامن من فعلياته لأكثر من مليون ونصف مليون زائر تتنافس العديد من دور النشر على تقديم عروض وتخفيضات لشراء الكتب وبأسعار مخفضة وسط مشاركة أكثر من ألف ناشر مصري وعربي وأجنبي نقرأ لنعيش كلمة تراها مرسومة على وجوه رواد معرض الكتاب وتشعر بها من زخم الإقبال الذي وصل في نسخته الرابع والخمسين إلى ما يقرب من مليون زائر حتى الآن بمختلف الفئات والأعمار مشاركة المعرض السنة دي بالذات أنا اخترت أنها تكون عائلية يعني بسبب الظروف الاقتصادية والظروف الثقافية عند الطفل نفسه حسيت أن الأطفال عدوا محتاجين أن نقرب بهم أكثر للثقافة المصرية عموماً صراحاً أول مرة جاء معرض الكتاب وأول مرة بصراحة أشوف الجمال والفخامة اللي في مصر دي زوار كتير من كل جميع الدول العربية وشوفت هنا برضو أجانب من دول أجنبية أنا اشتريت اللي هو كده كتب بتعلم اللي هو بتقول حاجات عن الحيوانات الإنجليزية وكده وفيها تدريبات وكمان اشتريت اللي هي ألواناً ومعها أستيكة وبرية وحاجات زي كده واشتريت اللي هو الكتاب أن أنت توصلي المتاهات لبعض وكمان اشتريت اللي هو كتاب في قصة إنجليزية يتناول المعرض في يومه التاسع فعاليات وندوات ثقافية تناقش شخصيات المعرض بجانب تشكيلة متنوعة من كتب العلم والدين والقصص وبعض الأجنحة التثقيفية والتعريفية للهويات العربية والمصرية احنا في معرض الكتاب دي المشاركة الرابعة لنا أنا شخصياً دي المشاركة التانية ليا بنقدم فكرة احنا بنقدم ثقافتنا وتراصنا وتراص المنطقة حلايب وشلاتين فلا بنستفاد كتير من المعرض على الأقل للناس بيعرفون أو الجمهور الزائرين بيعرفون إحنا مين المصلحة السكة العملة المنطقة بها هو إحياء تاريخ مصر عن طريق المسكوكات إن المسكوكات سمى من سمات كتابة التاريخ وعمل وعي أسري ووعي تاريخي للمشروعات القومية كمان اللي بتقوم في مصر كلها بتسكة على العملات المتدولة وتسكة على العملات التسكرية يعني على سبيل المثال مثلاً نعملين حاجات خاصة بمؤتمر المناخ عملين عملة تسكية وعملين حاجات خاصة بالأحداث التاريخية في مصر منها مثلاً مرور ميتعام على اكتشاف مجبرة توتعنخ أمون عملين مديلات تسكية مجموعة مهمة جداً هذا وبلغ عدد مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ما يقرب من مائة ألف نسخة خلال الأسبوع الأول فقط بالإضافة للكتب الأجنبية من دول جديدة مشاركة بالمعرض مثل المغر والدومانيكان كريم بيبرس التلفزيون المصري